بسم الله والأبن والروح القدس الاله الواحد أمين فرحم بوجودكو كلكم وربنا يدينا نعمة نجاوب على السؤال والسؤال ده كل اللي في الإنجيل بيجاوب عليه وكل اللي في الكنيسة بيجاوب على السؤال ده لأنه أخطر سؤال نروح السامة ازاي أو مين داخل السامة فعلى قد ما كنت في الأول حاسس أنه ده موضوع هقول فيه ايه في الآخر لقيت أنه كل حاجة ممكن أقولها تدخل في الموضوع لأنه فعلا هي حياتنا المسيحية كلها من أجل القضية دي مين هيدخل السامة أو الإجابة لازم كلنا نصمها صام المؤمنون مين اللي هيدخل السامة المؤمنين بس لأن الكلمة دي أصبحت مطاطة فيبقى المؤمنين طبيعي لازم الإيمان المستقيم أو المؤمنين بالحق أو بالحقيقة لسان كده تلاحظوا كنستنا حفزتنا من وإحنا عيال نقول ايه بالحقيقة نؤمن يعني هذه هي الحقيقة التي نؤمن بها طيب ما كل واحد عنده إيمانيات وأبس بالنسبة لنا ما عدا الحقيقة دي الباقي ده كله كذب وهو المسيح هو الحقيقة وما عداه أكاذيب والتاني ده اسمه إيه الكذاب وإيه وأبو الكذاب فشغلت شغل شغل كذب في كل حت الملحد عنده إيمان بس إيمانه بالنسبة لي أنا كذبة هو مصدقة سيقولك I believe there is no God أوكي 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 رب أنا معك بس for me that's a big lie دي كذبة كبيرة يا حبيبي واتحك عليك في واحد تاني يقول I believe حاجات تانية أوكي بس ده مش الإيمان اللي يدخل السماء فالإجابة الأولى مين اللي هيدخل السماء الإيمان الصح وينفع وإيه الإيمان الصح ده ما ينفعش غير كده لأنه طبيعي الإنجيل كله بيتكلم عن الحقيقة يعني الصح إيه في ربنا أو اللي ما فيش ربنا واحدة صحة والتاني غالط يسوع ده ربنا ولا ادعى واحدة صحة والتاني غالط الاتوبة دي ضرورية ولا مش ضرورية الإجابة دي صح والإجابة التانية مش صح يبقى ما ينفعش تقول في أي لحظة كله كويس ما فيش كله كويس كله كويس زي ما تقولي مثلا أنا هاخد طريق مصر اسكندرية واروح فايد لا حبيبي غلط لا ما يوصلش واضحة دي ما توصلش فما ينفعش تقول كله كويس لأنه طلع لنا جيل بيكلم عن الإيمانيات كله حلو وكل الإيمانيات حلوة يعني كله حلوة بنيه ما هو لازم المسيح كان قصد حاجة معينة لو انت ما خدتها زي ما قصدها يبقى مشيت في سكة غالب الإيمان عموما في الفكر المسيحي له معنى هين كبار المعنى الأولاني هو الحقيقة التي نؤمن به متفقين عليه استلمناها من الكنيس عشان كده القديس ياهوزة سمناها الإيمان المسلم الإيمان المسلم يبقى كلمة إيمان مش اختراع شخص مش تأليف شخص مش فيه واحد ما عجبتهش حتة في قانون الإيمان يغيرها مش فيه واحد طلعت فكرة لطيفة عنده أو فلسفة أقنع بيها الناس زي أريوس مثلا ما طلع بفكرة شكلها لطيف جدا إنه ممكن نخلي يسوع ده يعني درجة أقل شوية من الآب عشان تمشي الفكرة ألطف يعني يا حبيبي هو مش انت دي مش فكرة دي مش فكرة دي حقيقة أعلنها المسيح استلمتها الكنيسة عاشت بيها وبشرتها وبتموت عليها كل يوم فحتى لو الفكرة شكلها حل ودي تبقى كذبة شكلها حل لكن دي مش الحقيقة أما المعنى الثاني للإيمان اللي احنا بقى بنستخدمه أكتب هي فكرة الترست فكرة الثقة فكرة الاتكال المعنيين ضروريين لدخول السم يعني لازم يبقى إيمانك مستقيم ولازم يبقى عندك إيمان عامل إيمان حي لأنه فيه ثقة حقيقية بينك وبين ربنا الاتنين مهمين جداً إيمانك مستقيم يعني زي ما الكنيسة قالت وسلمتنا في الإنجيل ما هو الحق عايشين به في نفس الوقت الموضوع مش نظري الموضوع مش كلمتين تقولهم في بالحقيقة نؤمن هو كلمة أمين اللي طلع منك يعني أنت فعلاً عندك ثقة إن فيه سامة مستنية أنت عندك ثقة إن المسيح مسؤول عنك أنت عندك ثقة بالغفراء عندك ثقة إن ده جسد حقيقي هتاخد به حياة أبادية عندك ثقة إنك تتعب في الدنيا عشان تتمجد مع المسيح الموضوع أو الثقة لأن من غير ثقة مش هتعمل حاجة مش هتتحرك من مطرح فأول إجابة مين رايح السامة المؤمنين بس لأن الكلمة مططة تاني براجع المؤمنين الإيمان المستقيم أو المسلم والمؤمنين الإيمان العامل بالمحبة active faith مش موضوع نظري مش مسيحي في البطاقة مش آه واحد بيرشم الصليب بس لا 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 ده ما يوصلش السامة خلي بالكم ونجيب إثباتات كتير تؤكد إن فيه كانوا مؤمنين لكن ما وصلوش فيه مؤمنين ما وصلوش ليه لأنه هو إيمانهم مكنس يا إما مستقيم يا إما مش عامل يا إما إيمان تلعب فيه فمش يتقلب التهرتقات والأكذيب يا إما إيمان تحول إلى فكر نظري فيه مسيحيين كتير على فكرة إيمانهم نظري عشان كده القديس يا عقوب يقول أرني إيمانك بدون أعمالك لو تقدر كأنك مش هتعرف وأنا أريك بأعمال إيمان الإيمان ده بريزنتت في كل حاجة أنتوا عندكوا إيمان لأنكوا جايين مؤتمر روحي تقربوا من ربنا على فكرة ده تعبير إيمان على طول ليه أنت حاوز تقرب من ربنا حاوز تصلي أكتر حاوز تقدم توبة ليه أنت عندك ثقة في حاجة اسمات توبة ثقة أن ربنا تسعاله تتمتع به تقرب منه واخدين بالكم إيمان ده نوع من الثقة فكل حاجة بتعمل اللي بيطلع على عشور وأكتر ده عنده ثقة اللي بيجي على نفسه ويسامح ده عنده ثقة أن ربنا هيكافئ على كده اللي بيحتمل مرض قاسي أو ظروف قاسية جدا أو ظلم هو بيحتمل ليه لأنه عنده ثقة فالموضوع بالنسبة له ومش ربنا موجود يا ربنا موجود وخليه في حاله ده ما يوصلش السماء ربنا موجود بس أنا بتعامل معاه كل يوم وكل لحظة وربنا موجود اللي هو مين بقاه اللي هو ربنا يسوع له المجد اللي هو الآب والابن والروح القدس اللي هو ربنا اللي الداني جاسده على المسبح واضحة يبقى هنا الإيمان المستقيم والإيمان العامل نعيش أول كده نصف ساعة فكرة الإيمان كمدخل للخلاص لأنه فيه إعلان كده حطه لإنجيل بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه يبقى أول قاعدة إيمانك مش مستقيم يبقى أنت دايقت ربنا مش بتبسطه وإيمانك غير فاعل غير عامل يبقى أنت مش بتبسط ربنا طلعت برة ماشي لأنه يجب هنا هيركز على الترست اللي جاي لربنا ده لازم يسدى إنه بيسمعه وحياتك لما بتقف تصلي دي حركة إيمان ببساطة مرة كنت في بلد من البلاد وبعدين نأسيس يعني في آخر القاعدة ممكن نصلي في واحد ما أمس فببساطة كده وبصص لي كده طب أنا يعني ما تبصليش عاوز أصلي يعني خليني الناس وقفت يعني هو قاعد كده تفرج علي فواحد ما يل علي يقلم عليش هو فما ينفعش يصلي فهمي الفكرة ببساطة هو فعلا ما ينفعش يصلي لأنه هو يقول ما فيش ربنا أنا عشان أقف وارشم صليب وأقول يا رب ما هيدي حركة إيمان طبعا أنا مختنع أن في حد بيسمع وفي حد هتكلم معاه يبقى ببساطة كده كل ما يحدث في حياتنا هتلقوه مرتبط بالإيمان أول حاجة الإيمان هو اللي يفهمك حاجات كتير تعبير قاله القديس بولس بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت العالمين يعني العالم أو الكون كانوا يسمون بالعربي الأديم العالمين العوالم يعني إن كانوا وجد عوالم لأنه في عالم الأرض وعالم فلك وعالم السماء وعلى هو أتقنت يعني صنعت بإتقان خلقت بإتقان طب حدرتك كنت حاضر يوم ما ربنا خلق طبعا لا في حد كان حاضر لا يبقى القصة You need to believe أنا ما كنتش موجود بس لان لما تصدق إن في حد بدأ القصة Creator خلق هتقدر تتفهم الجمال اللي في الطبيعة ودقائق الزرات وحكمة المجرات كل ده هتبتدي تتفهمه لأنك وصقت إن في شخص خطط وبدأ وعمل ده كل فييجي المفهومية مش ضد الفهم على فكرة الإيمان بالعكس ده الإيمان بنار المخ بتدي العلماء بقى يغوصوا في التفاصيل ويمتعونا بحاجات جميلة جدا وإخبار ممتاح نعمرنا ما كنا ضد العلم بس الإيمان يخلينا نفهم يا ده طلعت الخلية دي كمبيوتر معقد جدا ومعمول بحكمة عالية جدا أنا فهمت حاجات كتيرة ما كنتش فهمها لأني مصدق إن في واحد حابب يخليني على أجمل صورة فعملني بشكل متقن جدا أنا مصدق بس أنا ما كنتش فهم حاجة خالص لكن لما بتديت أدرس علم بقيت أشوف العظم هنا تفهم إرادة الله النهاردة من أصعب القضايا اللي بتقابلك المسيحية عموما كيف يكون الله خير محب للبشر وكمية الشر وكمية الألم اللي في الدنيا مهولة سؤال بالعقل صعب لو صدقت تفهم لو صدقت إن ربنا خلق الدنيا ما كانش فيها شر وقلم وصدقت إن ربنا بيحب الإنسان جدا لدرجة ييجي في توبه ويموت بداله وصدقت إن ربنا بيعمل ده كله عشان يخدنا في الآخر سماء ما فيهاش ألم وما فيهاش شر لو صدقت هتفهم كل اللي بيحصل هتفهم إن الشر ده صناعة الإنسان وهتفهم إن الألم نتيجة طبيعية للشر اللي في الدنيا وهتفهم إن ربنا ما كانتش دي إرادته وهتفهم إن ربنا جاي شاركنا الوجع عشان يطلعنا للحياة الإبادية اللي ما فيهاش وجع هتفهم كل حاجة لو صدقته خلي بالك أنا بقول صدقت وتفهم صدقت وتفهم لأنه كتير قوي من ضد المسيحيين يعتقدوا إنك لما بقول لك صدق بقول لك أعمل إيه؟ إلغي دماغك خالص الحياة عكس كده تماماً إنت هتفهم كويس لما تصدق لأنه هو ده الكلام اللي يدخل الدماغ عشان كده فيه واحد ملحد كتب كتاب رائع اسمه إيه؟ I do not have enough faith to be an atheist يعني ما عنديش إيمان كفاني يخليني ملحد لأن الملحد لغى دماغه تماماً المؤمن بيشغل دماغه تماماً عكس اللي بيتهمون بي الشخص المسيحي اللي عنده إيمان هو اللي بيشغل دماغه عشان يفهم كل شوية ربنا بيعمل إيه؟ لأن فيه ربنا وأكيد كل اللي بيعمله بيطلع صح لأني مصدق أنه بيحبني ولو ما فهمتش النهاردة بكرة هفهم ويا ما حصلت معانا واتحط يبقى إحنا لسنا أعداء الفهم ولا العقل ولا العلم إنما كمؤمنين بنفهم قصد الله أما لو كنا ملحدين بنقف فيه تساؤلات بلا إيجابة لغاية ما نموت لأنه إحنا شايفينها عشوائي ما حدش عمل حدش قصد حاجة ولا حد ابتدى حاجة يبقى الإيمان والفهم يخليك تفهم ربنا بيعمل إيه بيعمل إيه بيقف في شغلك مع عيالك في يومك ما فيس حد بتقابله صدفة لا لا ما فيس صدف حتى الأخطاء اللي في حياتك الأولى حتى المشاكل أنت لما يكون عندك إيمان هتبتدي تتفهم إن ربنا مفيش ولا حاجة عشوائي ده دقيق جدا ده مركز معاني عاوي الإيمان كده وده اللي يخليك رايح على السماء في الآخر لإيه لأن ربنا أصبح متداخل في حياتك في أدق التفاصيل وسوري مش بغلاسة مش بيفرض نفسه you are enjoying وجوده في حياتك لأنه مشاركك في كل حك أنت طول الوقت لو فهمت ربنا هتبقى مش عارف تبطل تقوله متشكر من كتر ما اللحظة اللحظة مش الساعة مليانة حب ومليانة ترتيبات إلهية من أجلك فهتلاقي نفسك مستمتع بالإيمان وبالفهم وبالتسبيح الدائم تاني حاجة الإيمان والتقدم أنا بس بقول الإيمان ضرورة لدخول السماء كان عندنا قيين وهبيل والتنين أبوهم واحد أدم والعيلة دي يعني إيه أقرب عيلة ربنا لأن أدم كان بيكلم المسيح زي ما بنكلم بعض كده فأدم حكى لولاده فالقصة التسليم كان واحد في ربنا وبيحبنا وأنا ومكه غلطنا وبصراحة إحنا اللي جبناه روحنا بس هو وعدنا هيتصرف ومش هيسيبنا في الإخباطة دي على طول طيب هنعمل إيه هنشكره لأنه وعد بالخلاص فهنقدم زبيح قيين أعمل إيه ما صدقش خلي بالكو بقى خلي بالكو الصورس كان واحد آدم وحوى بنفس منبع الإيمان الاتنين إخوات هبيل صدق فبالإيمان قدم هبيل لله زبيحة أفضل قيين ما صدقش بس زي ما تقوله مش عاوز يعني يبيع القضايا خالص فعمل القصة كرواتة كده لأنه ما عندوش إيمان بجد إن ربنا باصص وهو فارق معاه فربنا سيمبلي قبل من هبيل ما قبلش من قيين وكلكم عارفين الحكاية هنا القديس بولس في تحليل وربطها بالإيمان عشان يقول لنا حاجة مهمة أعوز يقول لنا خلي بالكم تقدمة الصلاة بتاعتك على طول بتتقري في السماء من منظور الإيمان لما تقف تتاوب ومش عارف بتقول إيه ده تسقايين خلي بالكم بمعنى إيه أنت مش دريان إنك واقف أصاد ربنا ولا مركز إنك بتكلم ضابط الكل ولا معتبر ومحترم اللحظة بتعتبر للناس المحترمة أكتر كتير من ربنا فإيه وعتقول لنا عندي إيمان قوي نونو اللحظة دي بتكشفك بتقول الكرواتة اللي انت فيها دي ضد خالص الإيمان وتقلب معاك شوية يهود بعد كده وفي الريسية كانوا بيوصلوا بالساعتين بس من غير إيمان واضحة يبقى التقدمة بتقول الإيمان فيه واحد بقى زي المرأة بتاعت الفلسين جابت تقدمة كل فلوس يا ست انت مجنونة؟ لأ أنا مؤمنة أنا عندي ثقة إن لما حط الإرشين اللي فضلين هيصرف علي شوفوا بقى الإيمان يبقى اللي بيطلع بقى فوق العشور وبيطلع أكتر ده إيمانه ذات حتة اللي بيطلع نص فلوسه إيمانه ذات اللي بيطلع كل فلوسه ده مش مجنون ده إيمانه ذات ده بيدعم بيدخر جليل اتنين على السماء ده اللي بيضبط اتجاهه على السماء أكتر والحكاية مش فلوس ولا نسب الحكاية ببساطة درجة إيمان فهمين الفكرة؟ لأنه صدق فالثقة زادت فبانت عليه في تقدمة مختلفة في واحد بيصوم صيام شديد ومركز ليه؟ لأنه مصدق أن الصوم ده هيطرد شياطين وهيغير الكون وهيصلح الناس وهيطلع صلاته للسماء أوكي؟ فلأنه مصدق صومه مختلف تقدمة الصلاة بتاعته مختلفة غير واحد جايب ترد صيام يطول الوقت وعمال يشتم في روحه في الصيام واللي عمله الصيام أوكي؟ هو الحقيقة صيام بس من غير إيمان الإنجيل نفسك فكرة الإنجيل في الكنيسة على فكرة تقدمة يعني إحنا بنقرأ الإنجيل في روح صلاة كأننا بنقدم عبادة مش بنقرأ قاعدين في درس خصوصي محاضرة تلاحظوا كده قفوا أمام الله تقدمة عبادة في واحد وهو وقف قدام الإنجيل المسيح بيتكلم فمركز بكل حواس وعنه ودانه وجسمه وقلبه لأن ربنا بيقول ربنا بيتكلم وفي واحد تاني تسألوا بعض القدس كان إيه الإنجيل طبعا مش فاكر طب ما هو تفرق على طول بتفرق فرق إيمان هي مش فرق تركيز ولا فرق حتى ودان لا لا هي ببساطة فرق إيمان أما ندخل على كلمة تاني بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خافة فبنى فلكن خلي بالكوا كل دول دخلوا السماء نوح دخل هبيل دخل يبقى القصة كلها مرتبطة بكلمة الباسورد يو بيليف يو ترست نوح ربنا قال له خلص نهاية كل بشر قد أتت أمامي هقفل ينوح نوح صدق ما قالش لا مش ممكن الدنيا دي تخلص زي ما فيه ناس لغاية النهاردة بتقول كده والغريب إن العلم نفسه بيقول الدنيا دي ممكن تخلص في دقيقة القنابل النووية اللي موجودة في العالم تكفي لانفجار العالم مئة مرة فالعالم ممكن يخلص في دقيقة ده بالعلم لما ربنا كان بيقول العالم هيخلص الناس كانت تبصله ازاي يعني في عاجة اسمها كده يخلص ده ايه ده احنا عشان نخلص قرية ده احنا بناخد أسابيع ماشي ده ايه تهيقلكم بتنسبة ربنا لما قال يخلص له يخلص طبعا فوقت نوح كانت القضية كده يقول العالم هيخلص يا جماعة ربنا قال يتحكوا عليه تعبيط في عاجة مطر بحر ايه العباد ده ما نروح بلد تانية يا اخوانا ربنا قال كده هو مصدق هو مش عارفة تحصل ازاي مش فاهم يعني الارض تقع والبحر يرجع يقفل تاني زي قبل ما الخليقة تتخلق ويعني ايه مطر ينزل سيل فيكمل على الموضوع ما كانش متخيل انما كان الري اكشن بتاع ايمانه ايه خاف الخوف المقدس علامة ايمان وضروري لدخول السم اللي ما بيخافش ربنا مش هيدخل السم لانه مش هيخدها جد الخوف المقدس لا يتعرض مع حب الله خالص لكن انت لما بتسمع المسيح بيكلم عن جهنم خاف المسيح نفسه قال كده قال نعم من هذا خافوا ده عمر الهي قال ما تخافوش حتى من اللي بيموته الناس بعد ذلك ليس لهم ان يفعلوا اكثر قريكم ممن تخافوا خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم وعدها تالت مرة نعم من هذا خاف يبقى لو انا مسدق المسيح اللي بيقول يا ابني بحبك مش عاوزك تمشي في السكة دي اخرتها نار هتخاف هتخاف تكره هتخاف تظلم هتخاف تطلع كلمة بطالة هتخاف تبعد عن الصلاة هتخاف تدلع في حياتك كويس يبقى انت هتمشي كويس يبقى هتمشي في اتجاه السمام نوح خاف فلما خاف عمل اللي ما كانش حد يتوقع انه يتعمل يبني فلك في القرن الكام تلاتين قبل الميلاد يعني تلات تلاف تقريبا قبل الميلاد في زمن ما فيش خالص هندسة ويعمل فلك لو شفتوه في فرانكفورت عاملينه بالمقييس الطبيعية حاجة مزهلة في الحجم والتكوين ايه دا اتعمل ازاي دا في مئة سنة بشوية خشب طبعا لانه بيتحرك بايمان ولد جوا خوف مقدس مش خوف رعب دا حبيب ربنا دا ابن ربنا دا دا اللوعة ربنا بس خايف يدلع خايف يأثر خايف ييجي الطوفان وهو مش مستعد شغل عياله الثلاثة وستاتهم وكلهم استحقوا يدخلوا الفلك يبقى هنا الإيمان بيولد خوف الخوف هو أساس الجهات في الحياة والروحية انت مش خايف انه من تأديب إلهي طب لما الواحد بيتدلع في حاجة اسمها تأديب وانجيل شرحها وكلم فيها كتير ان ربنا كأب لما يلاقي عياله هتزوق بيقدب طب يا حبيبي على الأقل خاف تتقدب احنا بنقول لا تقدبني بغضبك انت بتشوف ناس حواليك ربنا بيقدبها عشان يجيبها مش عشان يزلها عشان ما يدخلوش النار طب حياتك مش خايف تكون تستاهل التأديب طبعا خايف طب خلاص يلا توب بجد بقى استغل في الفلك هي ببساطة كده الحرص على تنفيذ الوصية لما تبقى عارف ان كسر الوصية وقع البشرية كلها والغاية النهار ده بيضايع الناس من ربنا خاف عشان تركز وتعملو الوصية بأمانة الأمانة في الخدمة واحنا عندنا المسألة اللي حكاها المسيح العبد الأمين والعبد اللي مش أمين طب اللحظوا انه قال ايه في لقى 12 قال اللي مش أمين أجعل نصيبه مع غير المؤمنين تعبير دقيق جدا في لقى 12 الغير أمين هخلي نصيبه مع غير المؤمنين حد فيهم العلاقة يبقى لأنه غير المؤمنين دول اللي هم مش مصدقين ربنا أساسا ولا المسيح وكذا يبقى الغير أمين أساسا ما عندوش إيماني خليه أمين ما عندوش خوف مقدس فتدلع براحته ما فرقتش كتير عن واحد ما كانش عندو إيمان خالص يبقى لحكاية خوف مع أنه هو رسميا ظاهريا لا عندو إيمان مرة ربعة يقول ايه القديس بوليس الإيمان والطعم الإيمان إبراهيم لما دعي أطع حد فيكم عمره ما سمع مثلا عن وصية شكره كتير أو ملات دينه أو حبه الناس ده كلام احنا بقالنا خمسين ستين سنة بنسمعه في كنايس نمس كده وفي الإنجيل طيب هو إحنا لمش بنعمله very seriously يعني إحنا لمش بنطاوع طاعة جد قوي لأن الإيمان ضعيف لو إيماني قوي لا اللي هيقوله المسيح هنفزه على رقابت ده الحكاية مش حياه موت لا ده الحكاية جهنم وملكوت لو حياه موت مقدور عليه على فكرة ومليان مجهول ربنا داله نعمة وإن أنت لأنك مخلص في توبتك ربنا هيتكلم على لسانه وقلت له حاضر ولغيت دماغك شوي هتتقدم روحيا هتدخل السماء لكن كتير من المعترفين بيجوا ياخدوا رأي أبونا زي رأي واحد صاحبه لا حبيبي أنت مش فاهم سر الاعتراف مش فاهم النظام الإلهي مش فاهم يعني إيه أعطيكو مفاتيح ملكوت السماوات وما حللتمو وما ربطتمو لا أنا بيجب أقولك الكهنة أحسن ناس إحنا أقوحش ناس بس ده سيستم ربنا حط If you trust هتقول أوكي حاضر وهتوطي رأسك وهتبقى مستعد زي ما يقولك لأنك داخل بصدق عاوز تروح السماء نحن علمونا كده المعترف بيطلع بالفايدة حتى لو أنت يا أسيس كلك العبر لأنه لو داخل عنده ثقة وعنده توبة المسيح مش هيعطل الفايدة عليك لأنه ربنا بيبص العياله هي مش وقفة عليك هتوصله الفايدة أكتر فايدة بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة وعاش في خيام تاك الرجل غني جدا يعني رفض الرفاهية والراحة طب ليه لأنه ربنا قال له ليك عندي أبونا إبراهيم في السماء نقعد مع بعض إلي الأبت وكان ينتظر المدينة التي لها الأساسات عاش عيشة غريبة جدا كأنه شحعت كأنه غالبها طيب هل أنت إيمانك بتقبل أنك تبقى غريب في ناس ألتلك قبل كده هو أنت ليه غريب يا رتها تتقالي يا ابن تتقالي يا تتعجب ربنا قوي إنما حالتك لما تبقى مش غريب نفس السهرات ونفس اللبس ونفس طريقة الكلام ونفس الدحك ونفس الاهتمامات حضرتك ضيعت السماء لأنك مش غريب عن الدنيا الدنيا دنيتك إذن السماء مش بتاعتك أنت لازم تبقى غريب عشان تدخل السماء الإيمان يقول كده فهتلاقي ناس تقولك أنت غريب يا أخي بهمكش الفلوس خالص أيوة عصتانة بتاع السماء أنت غريب يا أخي تتظلم وتسكت سامح أنت غريب يا أخي تبقى الشهوات قدامك سهلة كده وترفض أيوة خليه غريب لأن دي سكت السماء بس ده ما يتحركش غير بالإيمان يبقى الإيمان هي قصة علاقة مع الله تبدأ بإيمان مستقيم وترست ثقة حقيقية فإن اللي بيقوله ربنا هو اللي بيدخل السماء بالإيمان كمان طريقة تفكيرك بتختلف يقول حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا الذين منهم أخذوا ده إمتى ده بقى لما قال له هاتس حق موتك يعيني يا ابونا إبراهيم أصعب امتحان لأموة حتى أسيبكم من المشاعر قديني عقلك هو قاعد 40 سنة يستنى إسحاق جاء له إسحاق قبل ما إسحاق يجيب عيال اللي هطلع منه رمل البح قال له قدمهولي زبيح طب أفهمها إزاي بقى هتجنيني بقى طب أنا استنيت وطولت بالي ودتني إسحاق دلوقتي قدم لك إسحاق زبيحة وإنت أقيل لي إسحاق اللي هيجي له منه عيال طب مش فاهم عاك لا لأنه عنده إيمان بالإيمان فهم قال ولو إسحاق مات هيصحهولي تاني لأنه هو أي اللي بإسحاق يدعلك نسلا ووصل إلى فكرة القيامة من الأموات قبل أن يكون هناك أي معجزة إقامة أموات في التاريخ بس هو بساطة وصل لها قال يعني هو اللي الدهوني من رحم صر الميت هيغلب يطلعهولي من قبر مش هيغلب يلا فرفع السكينة وتحامل على مشاعره عشان يقوله حاضر يا رب فهنا حسبها حسبها بطريقة مرتبطة بالإيمان زي حزبة العطاء يا جماعة هل أنت تحسب لما تطلع كتير قوي من الخير أنك فعلا كسبت ولا بتحسبها خسارة الحاجات دي ما هي ده فرق الإيمان على طول هل أنت بتحسب لما بتتعب قوي مع الناس أنك كسبت ولا خسرت لما بتسامح لما بتيجي على كرامتك هي طريقة الحساب عندك مرتبطة جدا بالإيمان آخر كلمة الإيمان والرفض بالإيمان موسى لما كبر أبا رفضها أبا أن يدعى ابن ابنة فرعون أفر فضيع أن يبقى جده فرعون ويعني الوضع الحالي ما يجيش جاء حاجة جنب زمان فرعون ده كان يملك العالم فموسى بقت جياله على الطبطاب جده فرعون وأغلى من الولد ولد الولد فموسى على الحجر هيبقى كل العالم في حجره وبعدين اكتشف أنه أمه العبرانية الشحاتة هي اللي معاها حق إلها هو الإله الحقيقي مش التماثيل اللي في مصر فرا فضا آبا مش عاوز جده يا ابن انت مجنون ده انت هتتقلب من فرعون إلى مطارد إلى مطلوب الأبض عليك إلى شخص حتى مش مواطن طبيعي لا لا ده انت الخزارة دخمة جدا قال مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطئة دي طبعا ترجمة بولس للموقف عشان يقول لنا احنا المفروض نفكر ازاي حاسبا عار المسيح أغنى من أعظم من خزايا المصر لأنه كان ينظر للمنه هل ممكن ترفض امتيازات في الدنيا بإيمان عشان تدخل السماء مرة شخص قال لي كان جايلي أفر شغل فضيع عشر أضعاف مرتبة بس تأكدت أنه أنا هبعد عن رباني صليت أسبوع وكنت بطقطت على أني أنا في عرض القرش أنا لسه بشتري الشقة وبعدين صوت رباني غلب جواي رفضت الأفر رفضت الأفر وقلت له رب بص أنا هرفض الأفر ده بس ما يشغل طلب واحد في الآخر افتكر لي اللحظة دي افتكر لي اللحظة دي إن أنا شطبت على الرقم ده كله عشانك بتقول له لازم هيفتكرها لك حبيبي هو ده الإيمان هل أنت في حياتك في مواقف زي كده عشان لما توقف قدام المسيح على طول تنور الحتة دي تلمع كده خلاص هو ده الريكورد الحقيقي مش بنقول دخلين مسيح الحبيب 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 السماء بشطرتنا بس موقفك إيه إيمانك بريزنتت في إيه في حياتك ولا لأ قبلت الغلط ومشيت وقلت ربنا غفور رحيم لا ماشي بس ممكن ما تدخلش السماء الإيمان يخليك ترفض علاقات برا النعمة في أبواب مفتاحة خطايا شهلة سهلة قوي دلوقتي كل حاجة مباحة في الدنيا أوكي كل حاجة مباحة بس العمر مش بيطول وجهنم بتبلع جحيمة ما ليستقبل أنت لو مصدق هتقول لا الميت حاجة غلط مش هتقبل ولا حاجة في الظلمة في حياتك بالإيمان هترفض مكاسب ضميرك مش مرتح له حتى لو أغلب الناس شافوك عبيط أو مجنون يبقى إحنا تاني بنقول دخول السماء مرتبط بالكلمة دي كلمة دي الإيمان المستقيم عقيدة سليمة والإيمان العامل في كل حاجة بتحصل يوميا لإلهنا كل مجدك